متابعي القناة InfoTek For You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسالمة فيديو النهاردة هو امتداد لفيديو الأمس يعني كنت بتكلم عن فيلو اي اي واتكلمت عن كل الفيتشرز الموجودة فيه بشكل سريع ولكن النهاردة جاي أركز على حاجة مهمة جدا يتميز بها فيلو اي اي مركزتش عليها وحبيت النهاردة أن أنا أتناولها من خلال فيديو مستقل يمكن كمان أكون ما تطرقتش ليها وهذه الميذة هي إمكانية عمل Mind Map باستخدام فيلو اي اي نعرفين احنا ممكن نعمل أيضاً Mind Map باستخدام Notebook LM ولكن احنا هنا هنعمله أيضاً باستخدام فيلو اي اي بشكل مجاني هنشوف دلوقتي مع بعض إزاي نعمل Mind Map لكونتنت كنا عملنا له كرييشن من قبل باستخدام الذكاء الاصطناعي أو أحد نماذج الذكاء الاصطناعي وليكن أهمية وكلاء الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات نفترض أن انت خلاص حصلت على هذه الإجابة متوفر عندك هنا ثلاث حاجات ري رايد طبعاً بيعيد إنشاء الكلام ده مرة تانية عندك المايند ماب ودي اللي جاية تكلم عنها النهاردة وفيه كمان Save to Notion ممكن هو يسيف لك الحاجة اللي هو ولدها لك دي داخل Notion حيعمل Access على Notion Account الخاص بيك وكده حتتخزن داخل حسابك على Notion حنبتدي نروح للمايند ماب عشان يعمل مايند ماب من الكونتنت اللي هو أنشأه حيبتدي يولد المايند ماب كده زي ما أنتوا شايفين وطبعاً إحنا عارفين إن المايند ماب طريقة سهلة لفهم كونتنت فيه كتابة كتير فأنت عايز تلم الموضوع كده بشكل سريع وليكن هنا أهميته كلا إذا كان الإصطناعي أتمتت المهام الروتينية طلع منها كمان ثلاث حاجات منها مراجعة التعليمات البرمجية اختبار البرمجيات تصحيح الأخطاء تحسين جودة البرمجيات طلع منها كمان ثلاث حاجات تقديم توصيات اكتشاف صغرات كتابة كود أكثر نظافة تسيع دورة التطوير تعزيز وهكذا طيب هنا ظاهر عندي إيه بقى؟ هنا ظاهر عندي الستراكشر والستايل اللي أنت ممكن تختاره يعني نفترض أني أنت مش عاجبك الستراكشر والستايل ده بتعمل إيه؟ بتبتدي هنا مثلاً سي تختار الشكل ده يعني أنت شايف أنه هو أفضل أو أحسن ده اللي هو الستايل وهنا فيه إمكانية أنت تختار استراكشر تاني مختلف ولنفترض مثلاً استراكشر زي ده أو ده أو ده ده مثلاً أنا شايفه جيد مش بطال وهنا كمان فيه الإيه آي دايجرام ممكن تدوس مرة تانية ينشئ لك واحد تاني هنا ممكن يعمل لك ريجين ريت مرة تانية هنا يعمل لك زوم آت وزوم إن هنا تعمل كوبي هنا تعمل داون بلود وبينزل بي أنجي وفيه إمكانية كمان أنت تعمل شير لهذا المايند ماب فقالة من وجهة نظري بصراحة موضوع المايند ماب ده من الحاجات الحلوة جداً الموجودة فيه إيه آي فحاول إن انت تستفيد منها وزي ما قلتلك بينزل دوت بي أنجي ممكن كمان نروح نعمل ونبتدي إن إحنا نرفع ملف طبعاً إحنا هنا بالنسبة لي الفورمات اللي ممكن إن انت ترفع بالملف بيدي أف بيقول لي فضلك مرتين النهاردة هنا حبتدي أرفع الملف بتاعي وهنا حبتدي أقول له أعطني a detailed summary and focus وركز on the main topics أو the key points أحسن وحبتدي هنا أدوس enter طبعاً هنا في إمكانية إن إحنا نختار أنا هفضل هنا أختار وفور مني ميديم أبتدي يوس انتر ما جربناهش قبل كده في الفيديو السابق هنا أبتدي يلخص لي الملف بتاعي يديني key points وبعد ما يخلص خالص هبتدي أقول له أعمل لي mind map بناء على اللي انت عطته لي فابتدي يديني المايند باب بوريك زي ما احنا شفنا كده في المثال الثابق هنا طبعاً عشان ال content أكتر وأنا تعمدت إن أنا وريك ملف في content كتير فأعطاني المايند باب بالطريقة دي زي ما قلت لك تقدر تختار ال style اللي انت عايزه وتقدر تختار ال structure اللي انت عايزه والمرة دي هنجرب مع بعض ال AI diagram هدوس على ال AI diagram بيقول لي بياخد حوالي 30 ثانية هنا أعطاني mind map بالطريقة بتاعته هو اللي هو شايفها زي ما احنا شايفينها بيقول لي an impact on global labor overview key statistics future projection دي الطريقة اللي هو عطاني بيها المايند ماب ممكن تعجبك وممكن ما تعجبكش وبتشوف الطريقة اللي انت من وجهة نظرك شايفها أفضل هي شبه إحصائيات شوية عاطيني إحصائيات statistics بشكل عام أنا حبيت برضو أوريك نتيجة ال AI diagrams هنبتدي إن احنا نعمل X حبيت أشارك الجزئية دي لأن أنا ما تعرضت لهاش المرة اللي فاتت وحبيت إن أنا أركز عليها في فيديو لوحده فيديو سريع لكن إن شاء الله أتمنى إن هو يكون مفيد شوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة InfoTek4You وزي بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والكومنت ولكنت بتشوفنا الأول مرة ما تنساش تعمل سابسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر